في عام 2021 قال بأن حلف الناتو محكوم عليه بالانهيار وأنت الآن تقول بأنه في أسوأ حالاته لماذا تعول تركيا على حلف الناتو في الوقت الحالي وتعطيها أهمية كبيرة؟ أنا سأقول لك السبب سبب بسيط جدا تصور أن دولة دول عدم انحياز لديها 50 سنة من الحيات قررت أن ينضمام للناتو معناتها هذه الدول في خطر حقيقي السويد وفنلندا؟ نعم هذه الدول في خطر حقيقي معناها لذلك هذه الدول باتت بحاجة منظومة الناتو يعني اليوم روسيا ما الذي يمنعها من تجاوز أوكرانيا؟ أوكرانيا تقول نحن ببداية وروسيا أمامها مشروع طويل نعم ما الذي يمنع روسيا من تجاوز ذلك الذي يمنعها حين توجد جدية عملية في تأسيس منظومة رادعة لروسيا والصيد في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا ما الدور المنوط بتركيا وهل تعتقد بأن الغرب يدعم المفاوضات التي ترعاها تركيا؟ نعم الغرب يراهن على ثلاث اتجاهات يراهن في الاتجاه الأول أن يدفع غرور روسيا روسيا باتجاه ارتكاب جرائم كبيرة جدا يمكن استخدامها لاحقا لمحاكمات دولية ما علاقة تركيا؟ سأتي إلى علاقة تركيا الدور الثاني هو استنزاف روسيا بطريقة لا يتم فيها المواجهة ما بين روسيا والناتو يعني هم يستنزفون روسيا بأدوات لا علاقة لها بالناتو الدور الثالث بعد الاستنزاف وإضعاف روسيا حين تحتاج روسيا مفاوض مقبول من طرفها من هي الدولة المرشحة؟ إسرائيل لم تعود كذلك دول الخليج لم يعود كذلك الدولة المرشحة هي تركيا لذلك تتمسك الولايات المتحدة حتى الآن بالدور التركي في هذه المفاوضة